دهشة واستغراب واستهجان واستفهام هكذا قُبلت زيارة الأكاديمي والسياسي الفرنسي المثير للجدل برنار ليفي فور أن حط طائرته في مطار مصراته ظهر السبت زيارة ليفي التي تستمر ليومين وفق جدول اللقاءات الذي نشر عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سيعقد خلاله لقاءات مع شخصيات رسمية من مصراته والخمس وترهونة وقادة عسكريين من البنيان المرصوص وعدد من الثوار إلى جانب لقاء مع وزير الداخلية فتح بشاغ في اليوم الثاني للزيارة مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق نفى لليبيا الأحرار علمه بزيارة برنار ليفي مؤكدا رفض وجوده في ليبيا قائلا إنه سيلاحق المتورطين في الزيارة ومشددا على عدم منح الإذن بهوط ضائرته كذلك استغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خارد المشري استماح بدخول برنار ليفي إلى مدينة مصراته في ظل الموقف الفرنسي الداعم لمجرم الحرب حفتر بحسب تعبيره مطالبا الجهات المعنية بإجراء تحقيق حول الزيارة والجهة الداعية لها ترهونة التي ينوي برنار ليفي زيارتها خرج مجلسها البلدي على الفور وعبر عن رفضه للزيارة وحمل المسؤولية الكاملة للجهة التي نسقتها أما عسكريا فقد أرسلت القوة المشتركة أرتلا مسلحا لمنافذ وحدود ترهونة لمنع برنار ليفي من دخولها منوهة أنها ستطرده ومن يرافقه بالقوة إذا اقترب من الحدود الإدارية لمدينة وعقب توالي ردود الفعل المستهجنة للزيارة والمطالبة بإجراء تحقيق واتهام مكتب وزير الداخلية فتح بشاغ بالتنسيق للزيارة أكد مصدر حكومي لليبيا الأحرار أن ليفي تقدم بطلب رسمي لزيارة ليبيا من أجل كتابة تقارير صحفية عن المقابل الجماعية والجرائم التي ارتكبها حفتر إضافة إلى كتابة تقرير عن مستوى الأمن بمناطق سطرة حكومة الوفاق إلا أن إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية أكدت للأحرار عدم منح أي تصريح أو تأشيرة دخول لبرنار ليفي لدخول ليبيا زيارة برنار ليفي إلى مصراتا والمناطق الخضيعة لسيطرة حكومة الوفاق تطرح تساؤلات موضوعية عن أسباب الزيارة والأهداف الحقيقية التي تكمن خلفها في وقت تدعم فيه باريس خليفة حفتر وتتهم أيضا بتسهيل أسلحة ومعدات عسكرية نوعية له ترجمة نانسي قنقر